أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 900 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادية تحت شعار 100 مليون صحة بالمجان للعام الرابع على التوالي وذلك منذ امتلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وأضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص مليونين و 500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة هي محافظة القاهرة حيث تم فحص 92 ألف و 172 طالبا تليها محافظة الجيزة بواقع 79 ألف و 825 طالبا ثم محافظة البحيرة بواقع 65 ألف و 783 طالبا ثم محافظة الدقهلية بواقع 59 ألف و 749 طالبا ثم محافظة الدکس